هناك إجماع من أهل العلم على أن حجاب المرأة واجب وحتم ولازم متى بلغت هذا إجماع واتفاق يعني أنا لا أدري الذي يتكلم بهذا الكلام ويقول أنه لا يوجد إجماع كما في السؤال أو يقول أن هناك رأي الأهل العلم يقول أن الحجاب ليس بواجب فهذا القول ليس بصواب على الإطلاق يقول الله سبحانه وتعالى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُدْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَيُبْدِينَ زِينَةَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ والخمار هو ما يغطى به الرأس والجيب هنا والجيب هو فتحة السوب من أعلى فتحة السوب من أعلى فتضرب بالخمار على رأسها وعلى فتحة السوب من أعلى فيدخل فيها كيف تضرب فقط هكذا على هذا المكان إذا قال العلماء تضرب بالخمار على رأسها وعلى صدرها وعلى صدرها حتى لا يظهر شيء من مفاتنها لكن نسمع أن بعضهم يقول ليس معنا ولا يضربنا بخمرين على جوبهن أنها تغطي شعر رأسها هذا كلام عجيب إذا كان الخمار هو ما تغطي به المرأة شعر رأسها وكاننا في الجاهلية كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى كانت المرأة في الجاهلية تغطي شعر رأسها وتلوي هذا الذي تغطي به شعر رأسها إلى الخلف حتى تظهر الزهب الذي ترتديه تظهر الحلق وتظهر القلادة من أجل إظهار ذلك لأن النساء كنا تفخرنا بذلك فنزل الناحي من الله سبحانه وتعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى فضرب الخمار هو ما يغطي الرأس وأمرنا تغطية الرأس هذه مسلم به وأمر الله سبحانه وتعالى النساء ألا يفعلنا ما كانت تفعل النساء في الجاهلية تلوي الخمار إلى الخلف تظهر الذهب تظهر الرقبة وتظهر الأزنين فنهى الله سبحانه وتعالى النساء عن عن ذلك وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن يدنين عليهن من جلابي بهن والجلباب هو ما ترتدي المرأة يغطي جميع جسدها يدنين يرخين يسدلن فكيف وهنا الكلام يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمذكور للمذكورات في الآية ونساء المؤمنين فبعضهم أيضا يقول الإدناء ليس معنى الحجاب ما الإدناء معنى إيه؟ الإدناء ما تدني شيئا يعني معنى إيه؟ ما تؤمر المرأة بأن يعني تضرب الخمار على جيبها وليضربنا بخمرهن على جيوبهن وتؤمر المرأة أن تدني جلبابها والجلباب هو السوب الذي تضربه المرأة يعني من شعرها إلى قدميها والخلاف فقط بين أهل العلم هو فقط في إظهار الوجه والكفين أما بخلاف ذلك فلا أحد قال بذلك على الإطلاق ولا نعلم أن أحدا قال أن المرأة ليس عليها أن تغطي ساقيها أو فغزيها أو شعرها لا نعلم ذلك في هذه أقوال شازة لا قيمة لها ولا وزن لها حجاب المرأة واجب بإجماع أهل العلم على المرأة متى بلغت المحيط والله أعلم